ليه الفيزر بيعمل ايه او شكله ازاي وإيه الفرق بينه وبين شفط الدهون التقليدية نقدر نشوفها في الفيديو اللي معنا ده حيقول لنا شوية تفاصيل الفرق بين الاتنين يعني احنا حنعرض الفيديو زي ما احنا شايفين ده شفط الدهون التقليدي او الطريقة التقليدية بيحصل معها شوية يعني بتكسير في الاوعية وفي بتاع بيتم نبقى داخلين وبندوب الدهون وعشان كده دايما دايما لما بنشوف الدهون بشكل تقليدي بيبقى عندنا في الاخر نبص على المنتج النهائي اللي بيطلع لنا فيه بيطلع في برطمانات بنلاقي كمية منه دم وكمية منه سوائل وكمية صغيرة دهون وكمية صغيرة اللي فوق ده اللي هو الزيوت او الدهون السائلة اللي بتحصل لكن باستخدام الفيزر وزي ما شفنا ادي الفيزر الفيزر هو عشان الناس بس تبقى فهمة انه فاكرة ان الفيزر جهاز شفت لا الفيزر هو جهاز لازابة الدهون والتحديد زي ما احنا شايفين في الفيديو بالزبط هو بيخش بطلع الاشاعة بتاعته يبتدي يعمل الدهون تسيح خالص يحصل او اللي هو الضابة للدهون وكمان بييجي على الاوعية الدموية ويقفلها ما يخليش الاوعية الدموية تنزف فكمية النزيف اللي بيحصل مع الفيزر بتبقى كمية اقلب كتير جدا كمان احنا بنحدد بالزبط احنا عايزين ناخد منين بالزبط وبالتالي بعد ما بنخلص بنبتدي نشيل الكلام ده ونركب الكانيولا العادية بتاعت الشفت بعد ما يحصل ده هنا بيوضح لك ازاي بيحصل الازابة والازابة بيحصل فيها طبعا التروما او الاصابة اللي بتيجي في الجلد وفي الدهون اللي تحتها بتبقى اقل كتير جدا من الاصابات اللي ممكن تحصل مع الطريقة التقليدية ودي شكل الرؤوس الفيزر يعني فيه منه المدور فيه منه المنحني فيه منه المستقيم اللي نقدر بنحدد بالزبط احنا عايزين نعمل ايه ونرسم الخطوط بتاعتنا بخطوط شكل انسياب لما نشوف فقا في النهاية خباك بعد ده حنبتدي نشفت يعني نشفت نسحب كل الدهون اللي احنا عملنا لها ازابة خباك فالشفت حيبقى بكانيولات ارفع بكتير كانيولات اوضح بكتير نقدر نسحب كمية اكبر والاصابات لالجلد زي ما هو بالتالي قوة الجلد تبدل قوية زي ما هي ما بيحصلهاش زي في الطريقة التقليدية وبالتالي لما حنشفت الكمية حنلاقي ان كمية الدهون اللي اتشفتت من الحتة دي هتلاقيها اعلى بكتير من الكمية ده الفرق بين الاختيار الدهون اللي كان على ادناك الشمال وبين الدهون التقليدية اللي احنا بنسحب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة